توقفت محاولات ترميم الجامع الكبير في مدينة ايب القديمة وأصبح على وشك الانهيار ووفقا لشهود العيان سبق وأن تم رفع شكاوى للجهات المختصة في المحافظة ومكتب الأوقاف لكن لا توجد أي استجابة وكانت وعود سابقة قد أوكلت العمل إلى أحد المقاولين لترميمه لكن ذلك توقف قبل أن يبدأ بسبب عدم جدية الجهات المختصة وغياب الرقابة فيما ينشغل مدير الأوقاف بندر العسل المعين من قبل ميليشية الحوثي الذراع الإيرانية المصنفة بالإرهاب بأنه يقوم بنهب الإيرادات التي تقدر بملايين الريالات شهريا واقترح أحد المواطنين تغيير اسم الجامع بأحد أسماء القيادات الموالية للميليشيات وعندها سيثم الالتفات إليه وتعد أوقاف محافظة إيب بحسب التقارير من أكبر الجهات سواء فيما يقص الإيرادات الشهرية أو ما يتعلق بأراضي الأوقاف على مستوى الجمهورية الجذير بالذكر أن غالب هذه الإيرادات يتم توريدها إلى العاصمة صنعاء فيما يتم صرف ما تبقى على مجموعة من المتنفذين وإقامة بعض الندوات والإحتفالات وشراء الولاءات وجميعها جزء من منظومة الفساد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر